مرحبا ببرج الحمل اليوم سوف نرى الحبيب حاسس بي وانت حاسس بي والاحوال اتمنى تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتخبروني كيف اجتكم القراءة في التعليقات سوف نبتدي بالحبيب مبين عندي انو الحبيب هاي الفترة مركز اكتر على نجاحاته على حياته العملية وبرغم من هالشي هو بيفكر في علاقتكم كثير انتو انتو الحين كأنكم منفصلين حاليا وممكن تكونوا كنتو سلميت ولكن الحين منفصلين يعني ما تكلمسه من فترة طويلة مع بعض هو حاسس انك السلميت او التوينفلين بيفكر بيفكر حاليا في استرجاع العلاقة مرة اخرى وبين عندي كأنو انت اللي قاطع العلاقة لكن هناك تواصل روحي بالرغم من هالشي انت مجروح كثير منه هو بيحبك مبين عندي انو بيحبك كثير وبيشوفك حاليا الشخص المناسب ليه كذلك بيفكر انكم ما اعطيتوش يعني كل شي جميل يعني لها العلاقة وبيفكر انو ما كان لازم يعمل معك الشغلات اللي عملها وانو ما كانش فاتح قلبه لك عشان يتفاهم معك وحاليا هو خايف خايف شوية من ردة الفعل تبعك الشخص هذا بيسأل عليك الناس يعني بيسأل كي يسول فيك الناس او شخص كتعرفوه مع بعض يعني هو بيتقسى اخباركم لانو اكتشف انك الشخص المناسب ليه وهو عم بيفكر في المشكلة اللي كانت بيناتكم شو صار لانو يائس من انكم ترجعوا للعلاقة اللي كنتو فيها او انكم تتسالحوا مع بعض بعضكم ممكن يكونوا مرتبطين او متقوزين بس هو بيحبك اوي الشخص الشخص دا مكنش يواخد باله انو انو بيحبك وفي بيناتكم روابط قوية حتى لو في مسافات بيناتكم حتى لو منفصلين لو ما عم تحكم ع بعض ولو في نفس البيت في روابط قوية هو حاليا عايز يرجع العلاقة بيناتكم ويصلح العلاقة ويتواصل معك بس هو متردد وحاليا يعني بشوف على حسب ما هو مبين انه انت حاليا واخد بالك من نفسك ومن شغلك ومن حياتك عم تحاول ترتبع وتعيد اوراقك من الجديد مركز على كل ما هو عملي واذا كنتو في علاقة ولاتية وانت اللي مرتبط رح تضلو في علاقة الروح بناتكم حتى لو كان هدفك زواج منو او انتو مرتبطين ومن فصلين او من فصلين فلازم تفتح المجال شوي لتتجلق لقيلك الفرص لازم تفتح المجال تشوف الفرص اللي عم تمر عليك وانت عم تفكر في الشي اللي صار عم تفكر باحوالك عم تفكر في هالشخص هاد لازم تفتح عيونك كذلك الكارت بيقلك لازم تطلق مشاعر التسامح وتعمل شوية خير لانك لو ساويت الخير رح يرجع لك من جديد وهالكارت هاد بيقلك خليك ايجابي خليك ايجابي لانه العلاقة هادي تستحق تستحق منك انك تسامح وانك تصالح وانك تعفو واضح هنا يا برج الحمل انك مشغول وتحاول تحمي نفسك منه انت خايف بس مبين عندي انه هالشخص طيب يعني مش مش شخص سيء هو حاليا مركز على شغله وعلاقاته وكمان بيفكر فيك وشايفك الشخص اللي كان حاسس معاك بأشياء جميلة ولكن هو مش هيكلمك دلوقتي هو حيطنش يعني مش مستعد ومش متأكد من ردة الفعل تبعك ولكن هو غيستمر بمراقبتك على السوشيل ميديا هالشخص بيراقبك على السوشيل ميديا خد بالك انت مراقب مبين عندي انكم ما شفتوش بعض يعني زعلنين بعضهم بعضكم منفصلين في طاقات عندي في طاقات يعني ما بشوف تواصل وحتى على المدى المتوسط يعني ما بشوف يعني في تواصل يعني هتفضلوا زعلنين بس هناك تواصل روحي بيناتكم عم شوف تواصل روحي وانت كذلك يا برج الحمل بشوفك مشغول في إنجازاتك سواء من ناحية انك بدك تحسن مدخيلك الفلوس او حتى انك ممكن تكون مرتبط او انها علاقة تولادية بس انا شايفاك مركز على نجاحاتك المادية مش على الاعتباط بالدرجة الاولى وتريد انك تكون مستقر ماديا كذلك شايفاك تعبان تعبان جدا وعندك امل انه العلاقة ترجع ثاني يعني هو عنده رغبة في الرجوع لكن عنده التردد هو خايف شوي خايف من ردة فعلك يعني برغم انه مركز على شغله ومركز على شغلات بس انت في باله انت موجود بشوف انك حاسس بالوحدة لانك بعيد عن هذا الشخص هو كأنه هذا الشخص زعى لك كتير او ممكن يكون رفضك او عمل تصرف وصدمك فيه او حتى بعيد عنك من غير سبب وانت حاليا عم تفكر تزبط حالك وتزبط حياتك ماديا وبتفكر كثير في الحل للعلاقة دي واكتر شي مبين عندي انه انت عم تركز على حياتك العملية لانك حاسس انه اللي معاك مش كفاية كذلك همشوف فيه ناس هون عم يدعو الله عم يدعو الله مشان يجمعهم بشخص هالشخص هايدي اللي هم عم يدعو مشانه مركز عالسفر بدو يسافر لبلد مشان الشغل الاشياء المادية بس ما رح يتوفق فهالسفرية هايدي لانه عندي ورقة السفر مقلوبة هو بفكر يعني بدو سافر مشان يجمع الفلوس وهات الشغلات كذلك عم شوف ناس يعني بتحب بتحب اشخاص هم نقصين ماديا وهالماديات كذلك عبلالون مشكلة نخلياهم بعيد على بعضون كذلك تعم شوف كأنه في امية بقلب اشخاص لاتي لازم نكمل وشوف الامية هايدي رح تتحقق ولا لا بس انو في امية بس لازم شوية وقت يعني رح تاخد وقت عشان تتحقق لكم في عندي ورقة تحقيق الامية ايجا بعد فترة يعني رح يكون في فترة زمنية مشان تتحقق الامنية دي رح تكون في شوية صعوبات وانفراجات في تحديات ورح تكونوا اقوى لانكم عم تحاولوا تعيدوا حساباتكم عم تحاولوا تنظموا حياتكم وهد الشي رح يزبط معكم كمان انا عم شوف في حدا في عندكم معجب هالمعجب هاي احواله المادية مش منيحة كتير بس يعني في عنده طموح في عنده معجب ثاني كمان في عندكم معجب حالته المادية حالته المادية منيحة وهو وسيم بس المعجب الاول اوسم من المعجب الثاني هما الاثنين وسيمين بصراحة في عندكم معجبين وفي قلبكم امنية والامنية دي رح تاخد وقت لا تتحقق في عندكم حظ يعني يعني رح نشوف كروت النصائح شو بتقول بتقول لكم كروت اولا لا تقلق لا تقلق على رغباتك الشخص اللي افتالك بيحبك ولازم تتماشى مع التغيرات الإيجابية اللي عم تظهر للك وكذلك الورقة الثانية بتقول لك ليست هناك أسباب يعني ليست هناك أسباب تخليك متألم لهذا الدرجة أو زعلان فانت من خلال الصلاة والدعاء رح ترتاح نفسيتك وتتحقق أحلامك وهون مبين عندي الأبراج اللي مبينة يعني فيه طاقات كثيرة والطاقات الكثيرة في عندي طاقات ترابية بس مو مبينة واضحة في عندي طاقات طاقة مائية طاقة نارية في عندي فيه أبراج الظهرة عندي برج الجوزاء وبرج السرطان في عندي كذلك العضراء تبع الطاقة الترابية والجدي والتور هدول الطاقات واضحين عندي فيه كمان طاقات بس مو واضح عندي بالضبط البرج فيه كذلك العقرب العقرب والحوت الحوت هون واضح واضح ربينا معاكم يا برج الحمل فلازم تعمل مجهود وتمشي للأمام وتعمل استشفاء الشيء الضروري كثير تعمل استشفاء وبأكد لك انو الحبيب بيحبك كثير بالرغم من انو يعني مو مبين بس هو موجود وعن براقبك وبدي اياكم تخبروني عن رأيكم في القراءة ومن تنسوش تعملولي اشتراك واتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد واشوفكم على خير وشكرا حبايا